حلفاء في الميدان العسكري على كثرة اختلافاتهم السياسية والأيديولوجية خبر اليوم موسكو تنتقد رسم وفي بقية الخبر قراءة في المدى الفعلي لهذا الخلاف الإيراني الروسي وما يعنيه لجهة المناخ السياسي الذي سينظم سير المحادثات في عاصمة كازاخستان أهلا بكم مشاهدينا في بقية خبر جديد أنا وائل تميمي اتهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إيران بتعقيد فرص تحقيق تسوية للأزمة السورية الكلام الروسي جاء على خلفية موقف إيراني رافضاً للمشاركة الأمريكية في محادثات أستان فهل يتجلى في العاصمة الكازاخية الطابع الظرفي للتحالف الروسي الإيراني؟ وهل ينتهي شهر العسل الاضطراري بين الطرفين على أعتاب تسويات سياسية تريدها موسكو مصممة على مقاسها هناك في كازاخستان؟ رفض لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات كازاخستان لسلام تحاول فرضه إيران أبرز اللاعبين الإقليميين في الملف السوري موسكو قالت سابقاً بأن موقف طهران من مشاركة واشنطن سيعرقل مسيرة المحادثات كما وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد جدد الأسبوع الماضي دعوة أمريكا لحضور محادثات السلام بين النظام الأسد والمعارضة والتي تبدأ غداً في مدينة أستان وكان المتحدث الرسمي باسم الكريملين الروسي قد قال إن إصرار إيران على رفض المشاركة الأمريكية سيساهم في تعقيد المسألة باعتبار طهران طرفاً أساسياً في التسوية السورية وزير الخارجية الروسي أكد من جهته أن هدف بلاده وواشنطن واحد يتمثل في مكافحة الإرهاب ونادى بضرورة تعميق التعاون في هذا الإطار قبل وبعد الانتخابات قالها ترامب مراراً أن سياسة محاربة الجماعات المتطرفة الذين يشكلون أعداء البشرية هي من أولوياته ونحن ندعم هذا الهدف بشكل كامل ونتمنى في ظل شروط جديدة أن يكون التعاون الدولي في عمليات مكافحة الإرهاب أكثر فاعلية ورغم الحضور الثنائي الدائم لموسكو وواشنطن على الساحة السورية وتعاونهم في توقيع الاتفاقيات والهدنات المفترضة إلا أن القوتين كانت دائماً ندين أما اليوم فالمشهد يبدو مختلفاً فحالة من الغزل الأمريكي الروسي بدأت مع بوادر صعود دونالد ترامب باتجاه سلم الرئاسة حين أبدى الأخير إعجابه بالرئيس الروسي وضحض اتهامات اختراق روسيا الأنظمة الإلكترونية لمؤسسات الولايات المتحدة وكذا بوتن الذي بدل الرجل الإعجاب ورفض الاتهامات حول حيازة روسيا على مستندات تدينه واعتبرها محاولة للنيل من شرعية وصول ترامب إلى سدة الحكم حتى أن شوارع روسيا ومحالها شهدت احتفاءاً بترامب يوم تنصيبه رئيساً المشهد يشي بتحول لدى موسكو في إطار التحالفات في المنطقة خاصة بعدما وجدت ضلتها ربما في حاكم البيت الأبيض الجديد كشريكاً سهل المراس ما قد يكون من شأنه تسهيل استبعاد إيران التي شكلت شريكاً لم أفر منه لها على الأرض السورية في شهر عسل كانت طراراً لاختياراً بين الطرفين ينضم إلينا من موسكو أليكسندر براتيرسكي المحلل السياسي في صحيفة جازيتارو الروسية الإلكترونية ومعنا من بيروت الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية سيدر براتيرسكي هل كلام الكريملين هو بوادر خلاف روسي إيراني أم أنه في الواقع إعلان عن هذا الخلاف الصامت؟ لا أعتقد بأن الأمر يمثل نهاية البعض وصف هذه العلاقة بأنها هي شهر عسل لم تكن شهر عسل ولكن العلاقة بين إيران وروسيا هي أكثر عمقاً من ذلك هذه العلاقة سوف تستمر وسوف تكون معقدة لأن البلدين لديهم أخداف مختلفة في سوريا وهذا الأمر كان واضح منذ البداية إن من مصلحة روسيا إيران إبقاء بشار الأسد في السلطة وبالنسبة لروسيا الأهم هو وجود واستمرار قواتها المسلحة على الأرض واستمرار نفوذها داخل سوريا وإيران دائماً كانت دائماً مالياً لسيد الأسد ومستر بوتين أوضح بأن الأسد قضى وقتاً أكبر في لندن وفي الخارج من الوقت الذي قضى داخل سوريا ودائماً الأسد كان أقرب إلى إيران ولكن العلاقات بين روسيا وإيران هي علاقات معقدة وإيران لديها اختلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً وهم لا يثقون في إدارة رئيس ترامب لديهم اتفاقية خاصة بخصوص الاتفاق النوي وربما إذا كان الذي فاز بالانتخابات هو رئيس ديمقراطي لربما كان الأمر أفضل والإيرانيين يقولون ما الذي سوف تعطيه إيانا سيد ترامب والإيرانيون ينتظرون السياسات التي سوف يتخذها ترامب وهذا الأمر سوف يؤثر على المحادثات السورية دكتور سامي نادر هل نتحدث إذن هنا عن خلاف كبير وستراتيجي بين روسيا وإيران في سوريا أم لا الأمر فيه بعض المبالغة قد لا يكون هذه العلاقة تعبر عن خلاف ولكن بالتأكيد عن اختلاف هناك تمايز واضح بدجاليا خاصة بعد معركة حلب بين الموقفين الإيراني والروسي روسيا أرادت وقف العمليات العسكرية وسحبت عددا من قواتها لسيما البحرية بينما كانت إيران تنادي وما زالت تنادي بضرورة مواصلة الأعمال العسكرية للقضاء على ما تبقى من المعارضة المسلحة وهنا تميز الموقف الروسي بوقف العمليات العسكرية لأن أي جهد عسكري إضافي كان سوف يعود بالمصلحة أولا لإيران إذن هنا المصالح تميزت وجاءت أيضا على خلفية موقف أمريكي عبرت عنه إدارة ترامب الجديدة هي تريد محاولة إرساء شراكة جديدة مع روسيا عبر عنها الرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية عاد وعبر عنها حتى في خطاب القسم حينما قال عن ضرورة سياغة تحالفات جديدة والإبقاء على تحالفات قديمة بينما إدارة ترامب نفسها ما زالت على مواقفها العدائية والحذرة جدا من إيران إذن هناك تضارب أو تمايز في المصالح والأهداف على الأرض كما قرأنا وهناك أيضا على خلفية هذا التمايز مواقف جدا متباينة من الإدارة الأمريكية ولكن هذا لا يعني أن موسكو سوف تتخلى عن طهران أو طهران سوف تتخلى عن موسكو لأن كل منهما بحاجة إلى الآخر على الأرض ما لم ترسى معادلة إقليمية جديدة ينضم الآن إلينا من طهران مشاهدنا دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران دكتور أحمديان كيف هي النظرة في إيران لهذا الخلاف الذي يبدو متصاعدا مع الحليف القوي روسيا في سوريا تحية لك والضيوف والمشاهدين في إيران لا يجري تصوير الأمر على أنه اختلاف كبير ولا يوجد تصاعد كانت هناك اختلافات في وجهات النظر حول من يحضر ومن سيمثل الأطراف في الأستانا كل هذا الكلام أعتقد أنه مركز على هذه النقطة لإيران وجهة نظر تقول بأن الأطراف المؤثرة الرئيسية التي يمكن أن تضفي شيئا على الحل السياسي يجب أن تحضر والأطراف التي تدعم حركات أو عدم الاستقرار أو لا تلتزم بالشروط التي تمكن الأطراف المؤثرة من الاستمرار بالحل السلمي السياسي يجب أن لا تحضر الولايات المتحدة ليس لها تأثير هل يعقل أن تصير طهران على استبعاد دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع أكبر من موضوع لوجستي أو خلاف على هذا الطرف أو ذاك طبعا الولايات المتحدة طرف مؤثر لكن أين تؤثر الولايات المتحدة هل كانت الولايات المتحدة جزءا من وقف إطلاق النار أو القوات التابعة لها الولايات المتحدة تقود عملية من خلال قوات سوريا الديمقراطية هي أساسا لم تكن جزءا من وقف إطلاق النار ولم تكن وكما أتى الويتو التركي لم تكن جزءا من محادثات الأستانا لذلك تقول لك إيران أنه ما دمنا أساسا لم ندخل في الحيز الذي يمثل النفوذ والتأثير الأمريكي لماذا علينا الاتيان؟ روسيا ترد على هذا السؤال لماذا دكتور أحمد يان؟ روسيا ترد على سؤال كهذا وسؤال المسؤولين الإيرانيين تقول إن الدور الأمريكي لا يمكن الاستغناء عنه أعود الآن إلى موسكو سيد براتيرسكي هل هناك قراءة روسية ربما أن إيران تخشى من صفقة من تحالف روسي أمريكي مع إدارة دونالد ترامب يكون على حسابها هي إيران في سوريا؟ طبعا هذا أمر ممكن ولكن الإدارة فقط سلمت الحكم الآن ولا بد علينا الانتظار ولذلك نحن روسيا أرسلت دبلوماسيين من درجات منخفضة وأرسلت دبلوماسية مخضرة ولم ترسل دبلوماسيين عالية المستوى سوى علينا في البدء أن نستشف الوضع ونكتشف الوضع قبل اتخاذ قرار وأود أن أقول بأنه من المهم جدا وأتفق مع مستر باسكوف بأنه من المهم جدا أن نحضر الولايات المتحدة إلى الفاوضات لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بعض قوات المعارضة وهي أيضا داعم كبير وصديق لقطر وهي دولة مهمة جدا تلعب دورا مهما داخل سوريا وبغياب الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون بالإمكان الوصول إلى السلام في سوريا وطبعا الموقف الإيراني مختلف وأنا أعتقد بأن الإيرانيين سوف يبدأون مفاوضات جديدة مع النظام والإدارة الجديدة حتى أنهم تفاوضوا مع إدارة جورج بوش التي كانت أكثر عدائية انتجاههم وهم تفاوضوا مع جورج بوش لمحاربة طالبان وطبعا الإيرانيون قلقون ولكنهم مستعدون بالتأكيد للتفاوض والحوار دكتور سامي نادر في بيروت هذا الخلاف الروسي الإيراني الذي تتحدث عنه أنت وضيفنا في موسكو ويقلل من شأنه ضيفنا في طهران كيف يمكن أن يعكس على رؤية الحل السياسي المطروح في أستانا؟ هل يتفق البلدان على رؤية محددة للحل؟ أم أنهما يختلفان أيضا برأيك؟ لا أعتقد أن مقاربة لتسوية أو لحل موجود على طاولة المفاوضات سبق في الماضي للطرف الروسي أن ترح مبدأ الفيدرالية كإطار للتسوية جوبها برفض إيراني ولكن أيضا برفض تركي لأنها لم تتضح معالمه أعتقد اليوم المفاوضات أستانا أو أفق هذه المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار ليس إلا لم ليس هناك مجرد سألتك دكتور سامي قصد الرؤية الاستراتيجية للحل هل هناك برأيك اختلاف أيضا إيراني روسي على شكل الحل النهائي في سوريا؟ أنا أعتقد أن هناك تمايز إيراني روسي أعتقد أن هناك مصالح مختلفة ومختلفة جدا بين إيران وبين روسيا روسيا تريد تثبيت قواعدها على البحر الأبيض المتوسط هناك أيضا خلفية هذه المفاوضات العلاقة مع واشنطن وأعتقد هذا هو الحاضر الغائب واشنطن لم تقرر المشاركة في هذه المفاوضات بشكل رسمي لأنها ربما لم تحسم ملامح استراتيجيتها الشرق أوساطية أو لأنها لا تريد تكريس الإطار المفاوضات وهذه المعادلة في الشرق الأوسط قد يكون الأمر مبكر لها ولكن لا شك أن موسكو تحاول الاستفادة من هذا الحدث الدولي وهو أهم حدث منذ تولي إدارة ترامب الحكم هي تحاول أن تستسمر هذه اللحظة الدبلوماسية من أجل إرساء شراكة جديدة مع الولايات المتحدة أعتقد أنها بحاجة لها على المستوى الدولي بحاجة إلى وضع حد للعقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها بحاجة إلى شريك في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تكريس موقعها على الساحة الدولية إذن لموسكو أهداف عديدة تختلف كليا عن أهداف إيران في الشرق الأوسط وفي علاقتها أيضا مع واشنطن واشنطن انفتحت على روسيا هذا مؤكد هذا جاء على لسان الرئيس ترامب بينما واشنطن تراجعت عن كل سياسة الانفتاح التي قام بها الرئيس أوباما تجاه إيران وأصوات في إدارة ترامب دكتور سامي نادر ووفق أيضا تعينات تعينات كانت شديدة العداء ضد إيران دكتور حسن أحمد يان هل تأخذ إيران والمسؤولون الإيرانيون هذا المتحول الكبير في السياسة الدولية تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في اعتبارها عندما ربما تناقش خلافاتها مع روسيا في الشأن السوري طبعا موقف إيران من الولايات المتحدة لا أعتقد أنه أتى لحسابات حول حشيتها من الاتفاق روسي أمريكي ربما الموقف أساسا مبدأي القيادة الإيرانية المرشد الأعلى قال بعد الاتفاق النووي أننا لن نفاوض الولايات المتحدة هذا هو الموقف المبدأي الذي طرحته طهران وإلى الآن ملتزمة به النقطة الثانية أنه إيران وروسيا تدركان الاثنان أعتقد أنه دون بعضهم البعض لن يكون هناك حل إيران تدرك ذلك روسيا تدرك ذلك لكن القضية أن هذا التقيير بالأساس تقيير الإدارة الأمريكية ومواقفها بالأساس يضفي شيئا من القموض تجاه موقف الولايات المتحدة إلى الآن لا يوجد موقف واضح ليأتي ليمثل وجهة نظر ويساعد في الحل السلمي هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها الولايات المتحدة قد تكون أحد الأسباب التي أتت برفض إيراني منذ طرح الأمر لكن هذا لا يعني أن هناك اختلاف كبير بين إيران وروسيا حول ضرورة الحل السياسي ما هي رؤية إيران للحل السياسي؟ دكتور أحمد يان لو سبحت لي نعم قرأنا في بعض الصحف العربية الصادرة هنا في لندن أن إيران تريد في أستانة إعادة طرح النقاط الأربعة للحل كما تعرفها النقاط القديمة للحل في سوريا بينما روسيا لا توافق كثيرا على هذا الموضوع وتتحدث ربما عن مرجعية جنيف ما هي رؤية إيران للحل السياسي في سوريا؟ طبعا إيران بالأساس تقول لك أنه نحن علينا إيقاف أي فروضات على الحل السياسي في المستقبل أي أنه من قد يأتي باشتراطات مسبقة على الحل السياسي إيران ترفضها مبدئيا بالأساس ولذلك هي أساسا ترفض مشاركة أي طرف قد يعقد بطرحه شروط مسبقة اتفقت مع تركيا وروسيا بناء على هذا وتقول بأن الأسس التي يتفق عليها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الداخل والإقليم وعلى المستوى الدولي هي التي ستمثل الحل الأمثل بالتأكيد إيران ستحاول أن تأتي بامتيازات أكبر لحلفائها في سوريا وعلى رأسها الحكومة السورية لكن هذا لا يعني أن إيران تذهب باشتراطات مسبقة لطاولة المفاوضات اشتراطها الوحيد أن لا تأتي أطراف تعقد هذا الإجماع الذي خرج من ترويكا موسكو إلى أستانا واليوم يأتي بالطرفين السوريين إلى هذه المفاوضات النقطة الثانية التي أريد أن أضيفها أن تكلم أحد الضيوف عن أن المستوى منخفض أساسا اتفق على أن يبقى المستوى الآن منخفضا ليكون الخطوة الأولى في طريق الحل السياسي أن هذا الاجتماع هو اجتماع مبدئي لذلك تطرح الأطراف وجهة نظرها المختلفة للوصول إلى إجماع في الأستانا اليوم فاوض ممثل إيران في الأستانا ممثل رئيس الروسي في الملف السوري وبالتأكيد هناك تنسيق مستمر بين إيران وروسيا حول ما ستأتي به الأستانا وأعتقد أن هذا التنسيق هو أكبر بكثير مما يطرح حول الخلافات التي تتصاعد ربما يراها البعض بين إيران وموسكو سيد براتيرسكي في موسكو هل هناك مبالغة فعلا في الخلاف بين البلدين في النهاية كلا البلدين يتبع سياسة براغماتية ربما تجعل من السهل حل أي خلافات بينهما وعلينا أن لا نبالغ في الحديث عن خلاف بين طهران وموسكو نعم أعتقد أن العلاقة بين البلدين إيران وروسيا هي علاقة حميمة وهناك تقارب سياسي كبير جدا ولكن مستقبل سوريا الآن في المحق وعندما ندخل إلى حواء إلى عملية سياسية أعمق فإن الخلافات سوف تكون أكبر ودعونا نضرب مثالا تاريخيا وهو عندما كان هناك ثلاثي في الحرب العالمية ثانية عندما حاربت بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا حاربت النازية لا أود أن أسقط هذه الأمثلة على دول محددة الآن في هذا الزمن ولكن الاختلافات والفروقات ظهرت بعد انتهاء الحرب ونحن الآن نحارب جميعا داعش وبعد هزيمة داعش سوف تكون هناك خلافات لأن لكل بلد وجهة نظر مختلفة بالنسبة لما هو حاصل في سوريا لا أعتقد بأن سوريا سوف يكون بإمكانها الاستمرار كدولة علوية أو كدولة تحكم فيها الأقلية الأغلبية لا أعتقد أنه سوف يكون بالإمكان الحفاظ على دولة بهذا النمط وبهذا الشكل وبهذا الصيغة سوف يكون هناك نظام وسياسي جديد وسوف تكون هناك عقبات أخرى في المستقبل دكتور سامي نادر أخيرا هل يمكن أن ينجز حل في سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا بعيدا عن إيران على الأرض لا أعتقد لابد من موافقة إيران أو تعاود إيران إذن لابد من ثمن ولسبب بسيط هناك ثمن بالتأكيد إيران استثمرت عسكريا وماديا في سوريا لعقود ولن أعتقد أنها سوف تقبل بتسوية تخرجها تماما من فضاء المشرق وهنا أود أن أطرح ثلاث عناصر ربما لم نقلها بعد وهي عن تمايز الحاصل بين إيران وموسكو هو أن هذه العلاقة مرت بمراحل المرحلة العسكرية شهدت تعاونا وثيقا بين هذين البلدين اليوم المرحلة الديبلوماسية هي مرحلة مختلفة وقد رأينا منذ فترة مساهمة في هذا التمايز هو تبدل السياسة التركية إعادة تموضع تركية واقترابها من موسكو كانت ورقة أساسية بالنسبة لموسكو وهذا فرض أثمانا ربما على حساب علاقتها مع إيران وعلى المصالح الإيرانية في سوريا ثانيا كما أشرنا هناك مسألة العلاقة مع واشطن أيضا هذه ورقة حصلت عليها موسكو ويترتب عليها أثمانا على ساحة المشرق العربي وهناك ثالثا ما رأيناه في الفترة الأخيرة من تعاون وتقارب مع دول عربية أساسية في مجال الطاقة أيضا لروسيا مصلحة في ذلك ولابد هنا من تسوية ما وأثمان ما على حساب علاقتها بتهران تحديدا دكتور أحمد يان هل يمكن في مرحلة من المراحل أن تصل إيران إلى موضوع أن تتخلى عن بشار الأسد لقاء الحفاظ على مصالحها في سوريا وعلاقتها مع روسيا وتركيا في ظل وجود إدارة ترامب طبعا الموقف انتكلمنا عن الموقف الرسمي في إيران القضية هي أن إيران لا تفرض اشتراطا بوجود أو عدم وجود الرئيس بشار الأسد هو خيار سوري سوري لا تفرضه إيران هذا الموقف الرسمي بالنسبة لعمليا إيران على تعاون وثيق وتعتبر الشريك الأصلي والرئيس في دعمها للحكومة السورية على المستوى الإقليمي لذلك أعتقد أن التخلي عن الحكومة السورية أو عن الرئيس الأسد الآن أساسا قير مطروح في طهران أو بالنسبة للمقاوضات المستقبلية لكن طبعا للأسف اندهى الوقت شكرا لك دكتور حسن أحمد ديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران كما أشكر من بيرول دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية وشكرا لضيفنا من موسكو أليكسندر براتيرسكي المحلل السياسي في صحيفة جازيتارو الروسية الإلكترونية وشكرا لكم أنتم مشاهدين إلى لقاء غدا في بقية خبر جديد كونوا بخير اشتركوا في القناة